صباح خير مشاهدينا برحب فيكم وينما كنتوا عم تابعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الأربعة خمسة تشرين الأول 2016 طبعا الوضع بالبلد معروف الناس زهئت بس بنفس الوقت عندها تطلعات كبيرة وسط حفلة الجنون اللي عم نعيشها سواء أكان بالفراغ على كل المستويات السياسية هناك فراغ سواء أكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره سواء أكان الفساد المستشري سواء أكان صيطنا يلي صار كتير بأمكاني بمكانات متبنية بالنسبة للمجتمع الدولي والعالم لدرجة أنه بطلنا على جدوى الأعمال أي حدا لا إقليميا ولا دوليا ولكن دائما في بصيص أمل كبير ممكن أنه يخلينا نظل نتأمل بالغد ودايما منقول لولا فصحة الأمل وهالأمل تمثل بأن لبنان أصبح على قابة قوصين من جائزة نوبل للسلام عبر مؤسسات عامل هيدا اللي رح يكون اليوم محور حديثنا دقايق ومتا مرحب فيكم من جديد مشاهدينا وبيسرني وبيشرفني أنه رحب بضيفي بالستوديو رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات الدولية التطوعية في لبنان دكتور كامل مهنة صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك شرفتنا اليوم شرفتنا بكل معنى الكلمة لأنك ما تقوم به ومؤسسة عامل وفريق العمل في مؤسسة عامل في لبنان والخارج عن جد شيء مشرف شيء بيرفع الرأس وسط كل هالأزمات اللي عم نعيشها ومثل ما أنا وسط كل تدني المستويات نيحل بعد فيه الناس مثلكون تعطي أمل وتخلينا نحلم ونتأمل بعد بالبلد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك موضوع مؤسسة عامل وحق لبنان بجائزة نوبل وبأننا أصبحنا اليوم خلص الشهر سبعة شهر هو نهار الاختيار والحسم خلين نقول اللجنة المقررة في جائزة نوبل رح نحط الناس أكيد اليوم بجزء من هذه الحلقة بالشيء اللي وصلت لقاله مؤسسة عامل خلين نقول أنه في كتير ناس يمكن بعدها ما بتهتم لهذه الأمور أو لا تعرف شو هي مؤسسة عامل وشو بتعمل مؤسسة عامل حتى لو إلا 35 36 سنة في هذا المجال جزء الثاني من الحلقة رح نكون بنقل مباشر من السراية الحكومية أيضا كل التفاصيل رح نوفيكم فيها بعد قليل بعد أن نقوم مع زميلك لا رجحة بجولة إخبارية سريعة شكرا سامر استمرت الاتصالات في بكيركي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس تحضيرا لاجتماع مجلس المطار الموارن اليوم وقد تلقى الصرح البطرياركي المزيد من الاتصالات المؤيدة لموقف البطرياركي بشار الراعي من شخصيات سياسية وفعاليات من كل الطوائف ونقلت الجمهورية عن مصادر بكيركي أن الاتجاه هو لتوجيه نداء بعد اجتماع المجلس حيث سيكون بالزخم نفسه الذي وجهت فيه النداءات السابقة وأن الراعي لي تراجع عن مضمون عظته وأن النداء اليوم ليكون أقل من صقف العظة بل سيعيد تصويب البوصلة وأن اجتماع المطار اليوم سيرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة وأكدت المصادر التزام بكيركي بالثوابت والدستور وقالت أما الذين انتقدوا فشعروا بمسل تنعرهم وربما يشعر بها كل ما يحاول أن يفرغ الرئاسة من مضمونها ويحمل الرئيس المقبل أوزارا ويضع عليه شروطا تجرده من صلاحيته استغرب الرئيس نبيه بري اتهام البعض له بالسعي من خلال سلة التفاهمات التي يقترحها إلى مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية معتبرا أن من يطلق هذا الاتهام لا يعرف المحتوى الحقيقي لما سمي مجازا سلة في حين أن جوهر الأمر يتعلق ببنود جدول أعمال الحوار التي تتناول انتخاب الرئيس ووضع قانون الانتخاب وتفعيل عمل الحكومة في انتظار إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأضاف بري أمام زواره بحسب ما نقلت صحيفة السفير هذه بنود ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية إضافة إلى أنه لا يتضرر من إيجاد تفاهم عريض مسبقا في شأن كيفية تشكل الحكومة بل لعله المستفيد الأكبر من ذلك وتابع المريب ليس في مضمون السلة وإنما في المفاوضات الثنائية التي تتم في الكواليس حول تقاسم السلطة والحصص وقال بري لا أحتاج إلى ما يعلمني صلاحيات الرئيس وأنا الذي كنت الأحرص عليها حين فرط البعض بها عاد الرئيس سعد الحريري من موسكو مساء أمس إلى بيروت حيث من المنتظر أن يستأنفى حركة المشاورات التي بدأها ولم تستبعد صحيفة اللواء أن تشمل جولة الحريري الجديدة قيادات سياسية ورحية تمهيدا لإنضاج الموقف الذي يراه مناسبا فيما خص السير بخيار ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية قال رئيس طيار المردة نائب سليمان فرنجي للسفير عن سلة التفاهمات التي طرحها الرئيس نبيه بري ومات لها من تعليقات وردود أفعال لماذا لا يتم الإعلان عما تم الاتفاق عليه بين نادر الحريري وجبران باسيل كما أعلننا نحن عما اتفقنا عليه مع الرئيس الحريري لافتا للانتباه إلى أن ذلك يعطي أجوبة على كثير من الأسئلة موقف فرنجي يدبعه موقف لقيادي في المردة إذ يقول إن بعض من يعتلي المنابر لا يحترم عقول المساحيين ولا تاريخهم ولا بصمتهم الواضحة في المنطقة حيث يتاجر بهم وبتاريخهم وبمستقبلهم قال العماد ميشيل عون في مقابلة مع محطة أو تيفي تفاهمنا مع الحريري على الموضع كافة وتفاهمنا هواجز سيار المستقبل وهناك مرحلة محددة الوقت للتواصل مع الحريري والتصور الزمني أن يكون الاتفاق قبل الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس لافتا للانتباه إلى أن الحريري لديه التمثيل الأكبر ضمن الطائفة السنية ومن الطبيعي أن يكون موجودا في رئاسة الحكومة وحول العلاقة مع الرئيس نبي بري اعتبر أن هذه العلاقة يجب أن تكون في المبدأ جيدة إذ لا خلاف بيننا في السياسة لافتا للانتباه إلى أن القانون الانتخابي يجب أن يكون بالتوافق مع الأفريقاء كافة ولا خلاف حوله مع بري وأشار عون إلى أن حزب الله كرر مرارا تأييد ترشيحه للرئاسة وأنه يثق في موقفه كما أبدى ثقته في تأييد سامير جعجع وأكد أن زغرت عزيزة عليه وتبقى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستدرس الخيارات الديبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية بشأن سوريا بما فيها إجراءات أحدية الجانب ضد سوريا وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن مديري الوكالات الأمريكية المتخصصة في مسائل الأمن والسياسة الخارجية سيجتمعون الأربعاء لأعداد قائمة للرئيس باراك أوباما بكل الخيارات الممكنة للتعامل مع الأزمة السورية بعد تعليق المفاوضات الأمريكية الروسية بشأن إحياء الهدنة في سوريا وأوضح أن المجتمعين سيبحثون كل الخيارات المتاحة بما فيها الخيار العسكري مشددا في الوقت نفسه على أن وزير الخارجية جون كاري واصل سعيه الدؤوب مع شركاء الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي وأقال إن تعليقنا موقعا تعاوننا الثناء مع روسيا بشأن سوريا لا يعني أننا أغلقنا كل الأبواب أمام تحرك متعدد الأطراف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست وفي رد له على سؤال حول ما إذا كان اعتبار خيار توجيه ضربات أمريكية ضد الجيش السوري يشكل حلا قال هناك مخاطرة مرتبطة بضربة ضد أهداف النظام وأن القوات المسلحة الأمريكية والروسية ستكون أقرب إلى المواجهة وهذا ليس في مصلحة أي من الطرفين وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يستخدم عددا من الإمكانيات لعزل النظام السوري وربما الروس كأجراء عقبي نظرا لاستمرار العملية العسكرية التي شنها الجيش السوري بدعم روسي على مسلحي المعارضة في حلب ولم يستبعد أيرنست احتمال فرض عقوبات على روسيا وسوريا لكن بالتنسيق مع الشركاء بهذا نأتي إلى ختام الموجز عودة إلى الحدث وسمر أبو خليل شكرا كلارا برحي فيكم جديد مشاهدينا وأرحب مجددا بضيفي دكتور كامل مهنة رئيس مؤسسة عامل الدولية أهلا وسهلا فيك جديد دكتور يوم خمسة شهر سبعة شهر مثل ما قلنا بعد يومين هو النهار الحسن في اللجنة المكلفة خلينا نقول تعمل الديليبيراسيون للناس المطروحة أو المؤسسات المطروحة لنيل جائزة نوبل للسلام مؤسسة عامل هي من بين هالمجموعة المطروحة لنيل هذه الجائزة شو كيف حسين الوضع أدي عندكم أمل بهذا الموضوع أديش لبنان عنده أمل أن فعلا يحصل على جائزة أو ينال جائزة نوبل للسلام أنه تكرم دكتور جورج قرم ورشخ مؤسسة عامل لجائزة نوبل للسلام والعام هذا موضوع الجائزة هو موضوع النزحين واللاجئين السوريين أو اللاجئين بشكل عام ولبنان استقبل مليون ونص نازح وعامل قدمت مليون ونص خدمة لأهلنا السوريين العام الماضي قدمت الجائزة للمجتمع المدني بتونس فنحن بتأديراتنا وخاصة أنه عم يشتغل معنا على الملف المناضلي التونسي أسمى شريفي اللي هي دارة الملف السن الماضي بتونس مش سهل يعطول العرب مرتين صحيح فنحن اخترنا طريقة تانية تحت عنوان التضامن بين الشمال والجنوب أن نتشارك الجائزة مع جزيرة ليسبوس لزارة أديست البابا وليستقبلت 57 ألف لاجئ سوري ومر فيها 500 ألف ولبنان لإستقبل هذا العدد وعامل الجمعية المدنية غير الطائفية التي تشكل أنموذجا للتغيير في العالم العربي حيث هناك العودة إلى الانتماءات الأولية والعصبيات وهو تكريم للمجتمع المدني اللبناني والعربي ولروح التضامن وخاصة الشعب اللبناني الذي يعاني منذ أربعة عقود من حالة طوارئ استضاف هذا العدد يعني ما يوازي 22 مليون بفرنسا عندهم 10 ألاف روم غجري كحتون قلتها الكلام للرئيس هولوند يعني يساوي 170 مليون بأوروبا ونحن فخورين بها بس ولكن الحالة كارثية ومتفجرة اللي بأعتقد بهالعنوان هاي عم تلاقي رواج كتير كبير الفكرة حتى أن الجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي اقترحت شيء اسمه باجتماع معنا كانت مادموزي الأسمة لتروازيل لومبادوزا لسبوش أجلها الثلاثة يعني جزيرتين بيونان ولبنان تحت ثقافة التضامن عم نشتغل مع الفاتيكون كتير نحنا وسفير معم العبدوري كبير وسفير أمين السر بالفاتيكون اللي كانوا استفير بالبنان محمس كتير للبنان كمان يعني وفيه يعني أصدقاء من لبنان زاروا البابا واخدوا له الملف يعني فبعتقد الجو أنا كنت مؤخرا بفرنسا عملت لقاء كبير بمجلس الشيوخ وشفت أمين عام الحزب الاشتراكي الفرنسي وبعت رسالي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي وباسم الاشتراكي الأوروبي للجنة نوبل ولرئيس المجلس الأوروبي الذي يستشار في الجائزة وبشكل عام فيه عطف على لبنان نحنا يعني عملنا بتعرفي هاي جائزة سياسية كان فيه الفارق ممكن برأيي كان ممكن يعطونيها ولكن ما اتفعوا لسؤال حض ما اتفعوا كنا حابينوا يتفعوا كان ممكن يعطونيها إنه سرانتنين واربعين سين بحلقتها لا لا صاروا خارج فيه ريسبوس فيه يعني عامل بعتقد الحضوض لا بأس بها لكن نحن نعرف إنه هذي جائزة سياسية بس التقديرات ما إنه جائزة سياسية؟ هي جائزة سياسية هي جائزة الوحيدة السياسية كل الجوائز الأخرى لها طابع أكاديمي هاي اللجنة الحلف الجوري يعني الخبراء أو الحلفين حكام ست أشخاص اتنين بعينهم للبرلمان النرويجي واحد البرلمان السويدي واحد المجلس الأوروبي واثنين النوبل فإلا طابعة سياسية الجائزية ولكن مرات بيغلطوا وبيعطوها للناس اللازم يعطوها يعني مثل السيل الماضي يعطوها للمجتمع المدني التونسي يعطوها لأفغانستان يعطوها لليمن فنحن نتأمل أن تكون تكريم للشعب اللبناني وتكريم للمجتمع المدني عبر عامل الجمعية المدنية غير الطائفية التي رفعت شعارا كيف نعمل على تعزيز إنسانية الإنسان بما عزل عن خياراته السياسية أو الدينية أو الجغرافية أي مننا لم يختر دينه أو اسمه أو عائلته وهذه أمور قد ورثناها ما يمكن أن نقوم به معا هو التحدي الفعلي فعامل شعارة الأساسي الكرامة الإنسانية عندها 24 مركز 6 عائلات نالية 800 متفرغ عم تعمل عكس كل الثقافي السيادي بالعالم العربي منطقة مجرين حاصبية لدينا خمسة مراكز بكفر شو بأهلنا السنة الفريز أهلنا الدروز أهل مساحية بلساق مساحية ودروز وقصة تجابعة للجميع بعين الرماني والشياح بعرسال لدينا 60 متفرغ يجو داعي بدني حول المركز الناس حموه لهم تشتغلك للناس ناس تحميك بكام دي اللوز 50 متفرغ بتغل مع العرقية مع السودانية مع الفلسطينية ومع السوريين مثل ما ذكرت قدمت مليون ونصف خدمة لأهلنا وعامل سارة الدولية عمنا عامل فرنسا وعامل سويسرا وأمريكا وهلأ قريب من بغزة وبهولندا وباليونان والأول مرة جمعية بتروح على الغرب بقيامها شو يجي قيامها أي عمل إنساني مش مع الفئات الشعبية بالنسبة لها مش عمل إنساني أي عمل إنساني مش مع القضايا العادي للشعور ولا القصاياة فلسطينية مش عمل إنساني أي عمل إنساني مش ضد ازدواجية المعايير يعني الغربة حياته وإلى أي من نحن ما نلناش أي من نحن ضد هالشي توزيع عادة للثروات داخل كل بلد وعلى المستوى الكوني لبنان 0.3 من سكان لبنان 8000 شخص بيملك نصف لبنان تعرفوا هالشي ونحن مع دولة العدالة الاجتماعية أن يكون القطاع العام مراقبا للقطاع الخاص الذي يفتش على الربع ودور المجتمع المدني أن يكون قوة ضغطة من أجل تصوير السياسات نحن به دكتور ما علي لو أطعتك بس لحتالي من بعد كثير عن كلمة كثير مهمة أنت بأن هذه جائزة هي جائزة سياسية مزبوط اليوم هل يتم أخذ بعين الاعتبار اليوم إذا بدنا نحكي كمؤسسة عامل هي تقوم بالمطلوب بنا والزيادة وفي بعض الأحيان تقوم مقام الدولة ومقام الحكومة بهذا الأمر اليوم كيف يتضارب تصرف الحكومة اللبنانية وتصرف السياسيين في لبنان مع تصرف جبل عامل التي لا تميز مؤسسة عامل مؤسسة عامل اليوم تصريحات السياسية اللبنانية سواء كان على كل المستويات السياسية وخصوصا تصريحات وزير الخارجية مقابل ما تقومون به في تناؤط في انفصام بالموضوع قدي اليوم يلي بيكونوا عم يعملوا أو عم بيصنفوا هذه الجائزة عم بيقرروا لم يبدو يعطوا الجائزة ينظرون إلى البعد السياسي للبلد يلي تنتمي له مؤسسة أو جمعية معينة تعرف يا أنا كتير صلاة وعلاقات وصدقات ووفود بيجوا دائما على عامل فيه إعجاب بالشعب اللبناني وفيه ضعف قدامه أن بلدان الغرب اللي بتدعي أنه يتمثل حقوق الإنسان وتتنكر إلى هذه القوانين ونحن عم تشكة هلأ مع محامين أوروبيين على الحكومات الغربية اللي مات ناس بالمياه الإقليمية تبعها وما أسعفوهون بينما هذا البدل اللي صار له 40 سنة بحالة طوارئ عنده مليون نص كل يوم بيجي لي عندي كذا وافد أنا أجني بقولي هل وين السوريين ما بيشوفوا فيه بس ولكن مثل معمول الحالي كاريفية ومتفجر بهذا الجانب هناك إعجاب وتضامن مع لبنان وهون يعني بحب بما عليش يبقلك بس حكيت عن الجانب الشعبي لأ حتى أنا بديعتي عن الجانب السلاسي ورزيفة الدولة والحكومة وأول شي بدي واجهة تحية حية لنيو تيفي ولرئيس مجلس إضاءة لكن أول جهة دعمت يعني حملت عامل عمل باللجهة بس الحكومة الليبنانية بشخص رئيس الحكومة أيدوا الترشح وزارة الخارجية الكتلة النيابية كلها الإعلام يعني بالبداية كان أول شي الحية نيو تيفي بس هلأ الفرونت بيج بيكاسو عامل حملي 200 بيلبورد مجانا كلها أبدا الجرايد الراديوات المجتمع المدني في جو حلو يعني شوف إليك لبنان إذا بدك أنا عمله تصنيف بلد حلو بس عم نخربه بس حلو كتير البلد تاني شي الناس رائعة ناس قوية ربعين سنة حالة حرب فيها هايك نكتب بيقولوا شو قمة التفاقد سؤال الجواب إنه لبنان إليك بشوفك بكرة لأنه كلنا متوقعين كل لحظة انفجار وحادث أمن ولكن غالب مستعب الأسليب غالب الشرعية بس أنا أقول من الثلاثة واربعين لم نوفق بطبقة سياسية بمستوى هذا الشعب لبنان نحن بلد أقليات قال عنا لديسة البابا جون بول دو نحن رسالة هذا بلد مصر فيه عشرة مليون مسيح بس فيه 80 مليون مسلم نحن نقيض لدولة إسرائيل هيدا اللي بنتانياهو بالدولة يهودية هيدا دين مش جنسية ده إنما نحن عايش مشترك حقيقي لبنان هو مودال للتغيير بس مش وأنا بالرغم من ذلك متفائل حقيقة بمستقبل لبنان هلأ السفرة برها كتير تحمسوا للشغل مشان عامل يعني بكل البلدان فسألت سفرتنا بنجلة رياشي وعملت لقاء كبير بالأم والتحلي مع البعثات وايك وقيدوا الترشح قلت لأ والله بشكر كتير حماسكن قالت لي يا خي هلكونا بسط النفايات جبت لنا أنت جائزة نوبل إحنا رافعين حالة رأسنا بأننا محكي بس نوبل لا يعني في إذا بدك درنا نلاقي موضوع على كونسونسوس على التوافق توافق والكل ماشي بالاتجاه يعني طيب فينا نتقف مع بريك أعلاني قصير نعود بعد ونتابع رحل فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيفة دكتور كامل مهنة أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور مهنة اليوم شو بتغير جائزة نوبل بمؤسسة عامل اليوم إذا ربحتوا جائزة أكيد جائزة كتير مهمة جائزة بس شو ممكن تغير كيف ممكن تساعدكم شو المشاريع يلي رسمتوا الأحلام اللي رسمتوا يعني اليوم الجائزة هي جائزة نقضية كبيرة إيمتها كبيرة ممكن أن تفتح باب للعديد من المشاريع شو رسمتوا برأسكم أحلام في حال فستوا بالجائزة قدرين أنه تحققوا يعني هي أول شي عامل مثل ما حوالت تقول موديل للتغيير في العالم العربي نعم وذا سألتيني أهم شي عم أعمله بعمل فيه 800 متفرغ فيه 800 قائد بالعالم العربي فيه الزعيم والأتباع المجتمع لا يمكن أن تتطور إذا كفاش شخص بفكر والآخرون ينفذون فيه بلهم لا بتشتغلوا لشخص ولا لبنية ولا لبلد لفكرة الإنسان كل واحد فيه من قائد كرامة الإنسان البشري مش اللي بشتغلوا بعمل بس اللي كمان اللي بيستفيدوا من عامل واللي خارج عامل الإنسان مش ممكن تتطور مجتمعاتنا نقطة تانية روح التضامن مع بعض أنا مشوف بولي ببلادنا في عندنا ثلاث شغلات أول شيء اتهام العدمية والسلبية نحن ماخذين خمس أفكار أول شيء الثقة نثق بالآخرين تاني شيء محبت الآخرين سميها الطراحة نقطة الثالثة المعلومة بتكون عندك الداتا رابع شيء الخطة وخمس شيء من ينفذ الخطة استراتيجية فهلأ نحن إذا أخذنا جئزيت نوبيل هلأ فيه مليون دولار اللي بتقدم بس فيه الأهم من هكب كتير مثلا لعنا في لبنان هنا أربعمائة ألف تلميت سوري فيه منهم فقط مئة وخمسين ألف يروح على المدارس يعني فيه ميتين وخمسين ألف أمبلي موقوتي هاو داعش مستقبلي طيب أنا دعستان عندي جئزة نوبيل بصرا عندي قدرة اتوجه للجهات المنحة بيهالموقع المعنى وجديد وكتير بصير فيه استجابي لطلب المساعدة مثلا هيدا وفيني ساعد كمان ونحن رفعن شعر يجب مساعدة لبنان الذي يساعد سوريا يجب مساعد ملي نص لبناني مقابل ملي نص سوريا 30% حتخط الفقر هلأش فيه شخص شفلي مقابل على التلفزيون نعم يمكن عندكم لبناني هو طيارجي عنده طيارة بوينج 747 عملها مستشفى بده قدمها لعامل هلأ عم بعمل مشروع أنا بأفريق أو بأماركة اللاتينية وشفت لبناني آخر عنده 12 طيارة بأفريقية وهلأ عم ركب مشروعه باسم لبنان هذا اللي عم تحكي عنه لبناني نحمل نفايات بس نحن نعطي اسم آخر نعطي اسم نوبيل وهلأ عم نعمل له إن شاء الله هذا المشروع يصبط بأفريق أو أماركة اللاتينية وعمل عيادات نقالي وغرف عمليات وتلقيح وتدريب وانتاج بأفريق أو أماركة اللاتينية وهلأ عم بدرست الجانب القانوني فيها وصار فيه كتير فرقة عم يشتغلوا معنا كما يصر عندي قدرة جيب تمويل لهذا المشروع كمان هنعملوا باسم لبنان ومركز لبنان بده يكون هذا المشروع نحن يعني بتصير هاي فرصة كبيرة أنا صاري 42 سنة بيشتغل لبنان وعشر سنين بفرنسا عرفت أنا قلت من الناس تبدن يغيروا العالم وشيء جفارة كان هو لما جيت على لبنان عرفت إنه هذا النظام تغييره صعب فاخترت زاوية ضمن إطار اليسار ضمن جو الحركة الوطنية هي عامل المودال فيها الإنسان بيحس بكرامته الإنسانية كأنه بالمؤسسة أو يستفيد من برامج المؤسسة بننا نتعلم نحترم بعضنا نقول نحن نحن شو بيقوله باللبنان أنا أحسن واحد وعائلتي أحسن عائلة وما نطعطي حسن مرات بيئة وهم بيئة آه 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 بلازم نقول نحن ونتعلم ونتواضع نتواضع أنا أنا قلتي إنه لبنان فيه إذا فالسوف فرنسي اسمه باسكال بيقول داخل كل واحد فيه ملاك وفيه شيطان كيف نتعلم نطلع الملاك داخل الآخر يعني أبدا هم تحدي وكيف نتقاتل مع بعض ثقافة الانقسام والإهانة كرامة البشر ليس نتعلم نحترم بعض ونتعلم نتعطي كبشر قبل الطايفي وقبل السياسي وقبل كل شيء نحترم بعض كبشر والأديان شو بتقول الخلق كلهم عيال الله وسيدنا محمد الناس سواسية وسيدنا المسيح لا حكى عن فلس الأرملي ما حكى عن شو اسمه وسيدنا عمر متى استعبرتم الناس وخلقتهم ومهاتهم أحرارة سيدنا عالية الناس وصنفان أخهم لك في الدين أو نظيرهم لك في الخلق هل هي الأديان فنحن دازم برأي نتعلم كليتنا وهذا البلد مهم كتير ولكن أول شيء كون فيه كرامة الإنسان البشرية يساء يعني يساء هذا بلد الطاقات البشرية بامتياز إنما نجحنا في العمل كأفراد ولا نوفق في العمل كجماعة وهذا المعنى اللي عامل رفعت فيه شعار التفكير الإيجابي والتفائل المستمرة كن نشتغل مع بعض بكل بساطة وأنا بإنك أنا صار لي صرت فاتح 150 مركز باللبنان ولا بروح بمشي آخر واحد ولا باعتبر حالي عامل شيء مهم هيدا واش باتي لازم يكون فيه ناس عم تشتغل بالمجتمع ما بده شيء من حدا صعب هيدا شوي تلاقي كتير من هودا الناس اللي عم يشتغلوا بالمجتمع وما يكون بدهم بيزاريا ولا يتطلعون إلى هناك من دعا إلى أن يكون كامل مهنة رئيس الجمهورية في لبنان نظرا إلى أنه أعطى هذه الصورة الحلوة ما بيدغدغ لك مشاعرك هذا النوع من هذا مرة صديقي رجل تبريه وعم يقدم عن كتاب تجربتي بفرنسا هيك حكى كمان شيء مشابه بهالكلام لا مش مهم الموقع المهم نشتغل كفريق أعمال نعم نتعلم نشتغل كلنا كل واحد محل ما هو موجود يقوم بدوره هذا البلد فعلا هو بلد سألت روس مونتين اللي كان يمثل أمين على المطاقية قبل ما تترك تقول له شو رأيك في لبنان قال أنتم بلد الطاقات البشرية بانتهاز إنما نجحتم في العمل كأفراد ولم توفقوا في العمل كشماع وفي سفير أوروبي بيقول أنتم بالفرنسا بيقول لي أنتم أفراد جيدين ولكن المواطنين سيئين جدا لازم نتعلم نكون مواطنين جيدين مواطنين نحن كل واحد حرش بموقع ثقافة المواطنية الصحيحة مواطنية الصحيحة ليس كثير موجودة في البلد وهذه إلى أسباب لم تكن معدم هي كانت موجودة ولكن هذا التقصيم العمودي والأفق الذي صار على صعيد الطواقف وعلى صعيد المذاهب صحيح أن تعدد الطواقف في لبنان عمليا طرح كثير علامات استفهامها إنه نعمة أو نقمة على هذا البلد هو بالطبع نعمة ولكن النقمة هي كيفية استغلال الطواقف والطلط وراء الطائفة حتى لو وصلنا للي وصلنا في مرة حدا بعامل مسؤولي بعامل دوعة على اجتماع مشان الإصلاح الإداري في لبنان قالوا كلنا الطائفية قالتلوا ما في طائفية كلنا أزول قالتلوا لو مزبوط في طائفية كان كل زعيم طائفة مفترف بيحب كتير طايفته بيجيب أحسن ناس بالطائفة بيحطهم بالإدارات حتى يحسن وضع الطائفة هو اللي ساير فيه باسم الطائفية تحالف بين زعماء الطواف على حساب برافو على حساب الطواف نحن يعني لازم أماركا شو هي أماركا كل نجلب هوني كيف يفكروا على المواطنين ونحن لشعوب أصيلة وأصلية هلأ عمدرس الجينات تبعنا الأقليات وشو اسمه نحن شعوب حقيقية موجودة بل لازم بس نتعلم نشتغل كمواطنين مش الجينات بيقلوا اتناين مع بعض بيكونوا تعلمين مع البقية جامعة بس يعرف أنه مش عارف نايا طايف ونايا طايف صار ضدوا تتغير تتغير النظرية تتغير النظرية إنسان إنسان نحن نتعلم لا لا شوف إليك الإصلاح هذا أنا لبنان هو مرآة ومختبر المنطق طبيب إذا مشخص مزبوط ما بيعرف يعطي دو جيد الإصلاح بلبنان بده وقت نحن مستعجلين الخطأ مش بس باللي ماسكين الرقاب العبادة الخطأ كمان بدلي بدين يغيروا كمان مستعجلين أنا بقول الإصلاح بده وقت أنا معطي الإصلاح ببنان إلى مرحلتين مرحلة الأولى يجيب تعطي الإنموذج تعطي المودال بنقال والله مدام سمر كويس كامل مش كويس بنخلق خيارات للناس هلأ شو بنقول كلهم سيئين وأنا بسروق كلهم بسروق بدنا نعمل مودال أنا هذا الشي اللي حاولت أعمل طيب أخي أنا بسميها العتال تقولي رئيس جاموري أنا بسميها العتال وعايش حيات بسيطة ولا أكرم الحدان باعتبر اللي عم يشتغل بهالمجال لازم هو يعاني حتى يعيش معاناة الآخرين طيب لما بتكثر المودال لو في ألف جمعية مثل عامل مدنية غير طائفية حقيقيا وبترفض الارتهان للخارج تعال في مرة كنت طلعي الكتاب عن تجربتي بالفرنسي فزوج سفيرة فرانسيس جايل تبعا اللي تكحقته لأنه قالت عن فضل الله رجل الحوار شوف الدموقراطية العربية قال لي كيف أنت صرك نان أربعين سنة بتقاوم الإغراءات ما في دولي أنا غير طالبات ما في دولي أبدا من أهل الأكبر دول في زعيم دولة عربية شوف اليوم اللي على التلفزيون ثلاث مرات بعد بدو يعطيني 20 مليون دولار تزوره أبدا مرة ما بدتش فيه لازم نحن نحب بلدنا أنا فخور أنه لبناني فخور أنه عربي وعم بشتغل هالشي بالمحلات كتير صعبة وبعرف هذا كتير صعب ويمكن أنا بحس يمكن غريب بالبلد إذا بدك معلش تعبير مش حلو اللي عم قوله بس لازم يكون فيه ناس عم تشتغل ما بده شي إنما نحنا وأنا متفائل برغم كل اللي عم نحكيه كنا عم نحكي عن بناتك الله يخليهم تحت الهوى هذا الجيل جديد بقوله أتلوا الأب وخاصة البنات عندهم قيم الحرية والديمقراطية والعادات خلينا بس نفس المفهوم كأتلوا الأب شو يعني سلطة أتلوا السلطة واللي صار بمصر وبتونس كان ثورة ما يحدث حاليا ثورة مضادة وأنا أعتقد بعد داعش سوف يكون هناك إصلاح في المؤسسات الدينية كما حصل في تركيا عام 1922 بس بده وقت ولكن أهم أضيي بالمنطقة وبالعالم أضيط فلسطين لا يمكن أن يكون هكذا استقرار في لبنان بدون حل لأن لبرمان لما كان وزير خارجية وهلأ وزير دفاع هدد يطرد مليون ونصف فلسطين تابعت مال نصف مش هو على لبنان فنحنا لما منشخص مظبوط نحنا مشكلتنا منى سهلي لبنان هو مختبر ومرآة المنطقة وفيه تداخل كتير بالبندك تعرفي شو المعطيات وبيضوقها بتاعت النتيجة لذلك نحنا لازم نتعلم نطلع الشي الحلو فينا الملاك التصويت بعده مستمر ولا وقف التصويت مستمر التصويت رح نحكي عن التصويت رح نحكي عن ما هي حضوظ لبنان من بين 376 376 مرشح كأفراد وكمؤسسات لهذه الجائزة قديش عن جد عندنا أمل بهذا الموضوع ولكن خلونا نقوم بجولة سريعة على مقتطفات اختارتون لأن كلارا جحة من الصحف نعود بعدها ونتابعها شكرا سمر نبدأ الصحف التي اخترناها من الأخبار وما كتبه إبراهيم الأمين اخترنا مقتطفات من مقاله يقول الرئيس نبيه بري يبحث عن مشكلة منذ أيام نادرا ما لح في طلب هذه البضاعة كما فعل في الأيام القليلة الماضية لم ينفع للعماد ميشيل عون قط فسارع رئيس المجلس أمس عبر السفير إلى رفع السقف وبحسب منطق الأمور فإنما قاله يفترض ردا سريعا وقاسيا من عون ولو حصل ذلك لكان ارتاح رئيس المجلس في كرسته ضاحكا أو عفوا في كرسيه ضاحكا ما تقدم يعني أن رئيس المجلس يعيد على مسامعنا ما يقوله أركان قوى 14 أذار من أن عون هو مرشح حزب الله وإيران وسوريا وأن هذا المحور يريد فرضه على اللبنانيين ثم هو نفع عن عون أن يكون ضمانة وطنية لا لاتفاق الطائف ولا لخيار المقاومة إبراهيم الأمين يسأل هل هذا ما يقصده رئيس المجلس هل هو هنا يشتري مشكلة مع عون أو مع داعم وصوله إلى الرئاسة الله أعلم يقول إبراهيم الأمين أنه في الأيام الماضية بدأ رئيس المجلس أقرب إلى خطاب 14 أذار وتحت عنوان سبب تصعيد رئيس المجلس يضيف إبراهيم الأمين حتى اللحظة لا يمكن فهم تبرعه ليكون الناطق باسم كل من قال إنهم يعارضون عون هؤلاء لا يقولون علنا ما يقول بري إنهم يقولونه سرا ومع أن لهؤلاء حيثياتهم الكبيرة داخليا وأقليميا ترى هم يبتعدون عن خيار المواجهة لا بل هم يرسلون ما يجب من رسائل إلى العماد عون وإلى غيره ويعربون عن استعدادهم من الآن للتعاون في المرحلة المقبلة إذن تخبى رئيسا طيب لماذا يتصدى بري لهذه المهمة يسأل إبراهيم الأمين هل هو أقدر من هؤلاء جميعا على مقارعة العماد عون بالتأكيد لا هل موقعه في رئاسة المجلس يمنحه قدرة التعطيل لو سار الجميع بالتأكيد لا هل هو يمثل نقطة التقاطع الأقليمية والدولية ومعه كلمة السر طبعا لا الواضح أن كل من لا يريد عون رئيسا ولا يقدر على قول ذلك علنا أو هو مستعد لصفقة معه لا يريد أن يدخل في مشكلة لأنها لا تخص عون فقط هم يتجنبون صراحة وموارب الصدام مع حزب الله فهل يقول بري أنه الأقدر على القيام بهذه المهمة أيضا نبقى في الأخبار التي عنونت في المنشات حليفاء حزب الله يحرجانه تقول الأخبار التوتر على الشده بين بري وعون والمحرج واحد هو حزب الله وكان الحزب ينتظر مبادرة من عون تجاه بري وحد أقل من رئيس المجلس تجاه الجنرال لكن لم يكن له ما أراد يرى الحزب الملتزم الصمت أن على الجنرال التعامل مع بري بصفته بابا مستقلا للرئاسة وأن على بري أن ينظر إلى الجنرال كضمانة وينظر إلى وصول عون إلى قصر بعبدة كأولوية لا مجال لمعارك جانبية مع بري تؤخر تحقيقها ويريد لهذا الهدف أن يبصر النور برضى رئيس حركة أمل حليفاه يحرجانه ويصعبان عليه المهمة تضيف الأخبار وضيفت إلى العرقي الأمس دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء كيف سيتصرف الحزب تقول الأخبار حتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكشف أي من مسؤوليه عن قراره ننتقل إلى السفير التي عنوانات فرنجية للسفير أو بالأحرى التي كتبت فيها حسناء سعاد مقال تحت عنوان فرنجية للسفير لماذا لا يعلن عن اتفاق باسيل ونادر الحريري كنا قد أوردنا مقتطفات مما ورد في هذا المقال في الموجز تفاصيل أكثر تقول السفير بالنسبة للمردة لا شيء يوحي حتى الآن بأن سعد الحريري قد تخلى عن دعمه لتشيح فرنجية يقول أحد القيادين للسفير نحن نعمل بوضوح مع الحريري ومع غيره وما نقوله في الغرف المغلقة نعلن عنه جهارا وعلى رأس السطح فلا شيء لدينا نخفيه بعكس بعض إذن بعض الذين يقولون في العلن شيئا ويضمرون أشياء أخرى أو يقومون بتفاهمات ويطلقون الوعود في الخفاء تضيف حسناء سعادي لا يهدأ الهاتف الخلوي لسامين فرنجية عن الرنين وهو بين موعد وآخر مع زواره يحاول الرد على الاتصالات التي ترده مطمئنة تنحينا ومستفسر أحيانا والجواب الدائم هو أنا مرتاح ومستمر في ترشيحي ولن أخذل من أعطاني تأييده تضيف سفير رئيس تيار المرادة المبتعد عن الأعلام تاركا التعبير عن موقف المرادة للمحيطين به يتحدث للسفير عن سلة التفاهمات التي طرحها الرئيس نبي برري ومتى لها من تعليقات وردود أفعال ويقول لماذا لا يتم الأعلان عما تم الاتفاق عليه بين نادر الحريري وجبران باسيل كما أعلن نحن عما اتفقنا عليه مع الرئيس الحريري لافتا إلى أن ذلك يعطي أجوبة على كثير من الأسئلة في بنشع إرتياح واضح لجهة الليسهاجس فرنجي أن يكون رئيسا كما يؤكد قيادي في المرادة لكن في المقابل لا ينكر أن هذا القيادي حقية فرنجي في الوصول إلى سدة الرئاسة من منطلق أن لديه تمثيلا في بيئته ومقبول من البيئات الأخرى ننتقل إلى صحيفة اللواء اللواء عنوانات الحريري يستأنف مشاوراته اليوم وعون مطمئن ويريد حسما قبل 13-21 من المؤكد وفقا لمعلومات اللواء أن الرئيس الحريري الذي عاد من موسكو مساء أمس إلى بيروت سيستأنف حركة المشاورات التي بدأها انطلاقا من ثمة فرصة متاحة وهناك حث إقليمي ودولي لأن يلتقط اللبنانيون هذه الفرصة لإنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهور أيضا من غير المستبعد أن تشمل جولة الحريري الجديدة قيادة سياسية وروحية تمهيدا لإنضاش الموقف الذي يراه مناسبا في مخصص بخيار ترشيح النائب عون للرئاسة الأولى نختم المقالات مع الجمهورية التي كتبت فيها ربا منذر الأسد يدعم عون للرئاسة تقول في معلومات نقلا عن مصادر مطلعة أن شخصية لبنانية التقت الرئيس السوري بشار الأسد عشية وصول الحريري إلى لبنان لاستكمال جولته الانتخابات الرئاسية هذه الشخصية تنقل عن الأسد قوله إنه تبلغ قبل أسبوعين من الطرف الروسي أن هناك اتفاقا دوليا لانتخاب عون رئيسا للجمهورية وأن هناك اتفاق يقضي بأن يكون الحريري رئيسا للحكومة مبدئا في الوقت نفسه خشيته من وجود أطراف سيعملون على إفشال هذا الموضوع ربا منذر تنقل عن هذه المصادر قولها أنه كان لدى السوريين خشية كبيرة من النائب سليمين فرنجي أولا بسبب ارتباطه الجديد والقوي بالفرنسيين خصوصا أنه في تنسيق دائم وشبه يومي معهم وثانيا بسبب الخطوط التي فتحها مع السعودية عن طريق ابن عمته كريم الراسي وثالثا لقدرته على الوصول إلى نوع من التسوية مع الحريري والتي لا ترضي بما قدمته للسوريين ولا حزب الله وإيران في لبنان ويقال أن فرنجي حاول تمرير رسائل إيجابية في اتجاه سوريا لكنه لم يصل إلى نتيجة حيث كان الرد السوري دائما عنيفا حتى أنه يحكى عن تلقيه تهديدات في حال حضوره العشاء الذي نظمه السفير السعودي في السفارة خلال رمضان الماضي ونتيجة المخاوف شدد إجراءاته الأمنية تقول الجمهورية نقلا عن هذه المصادر أن الموافقة السورية هي نتيجة التشاور مع إيران حيث تعتبر سوريا أنه في حال وصول عون إلى الرئاسة فأنه لا يصل حرا وقويا بالشكل الذي يفترضه لأنه مكبل بالشروط والالتزامات بسبب ويحكى عن بينها من فك ارتباطه أو تحالفه مع القوات اللبنانية ويقال أن إحدى الشخصيات 8 أذار زارته وطلبت هذا الأمر منه إلا أنها لم تجد تجاوبا كما أن سوريا لن تقبل بتقسيم المراكز التي وزعها بين التيار والقوات علما أن القوات تنفي حصول هكذا اتفاق مع العماد عون من هنا تقول منذر أن المصادر أكدت أن زيارة الأخيرة للحريري إلى الرياض بعد جولته الأولى كانت سلبية نختم مع كاريكاتور البلد بقلم أو بريشة ستافرو جبرا دونكي شوت مصورا الرئيس بري وسلة بري للرئاسة الأولى إذن بهذا نأتي إلى ختم جولتنا على الصحف فاصل أعلان قصير نتابع بعده الحدث وسمر مرحل فيكم جديد مشاهدينا وأتابع مع دكتور كامل مهنة والوجه الجميل للبنان مثل ما إلنا وسط كل النفايات على أنواع التي نعيش في وسطها 376 مرشح بين شخصيات ومؤسسات لجائزة نوبل للعام 2016 فوين ممكن يكون لبنان وأديش فيه أمل للبنان ولمؤسسات عامل من بين هال 376 حسب الصديقة التونسية اللي دارت الملف العام الماضي وأخذوا الجزاء زي بتوني سويا عم ندير الملف عنا حسب رأيه هي حنربح خاصة بالصيغة اللي نحن مقترحينها شمال جنوب تضامن وهذا العام هو عامل عامل لاجئين والنازحين ولكن أنا باعتبر هاي متل ما قالت جائزة سياسية ما بيعرف الواحد كيف حيكون الخيار تعاطم وإنما نحن اشتغلنا لها العملية طريقة كتير مهنية يعني اشتغلنا بالأماكن اللي فيها القرار في كل الأماكن الأماكن اللي فيها منها من 9 شهور عم نشتغل بكل يعني حرفية ومهنية عم تنشغل وطريقة لقت كتير استجابة خاصة فكرة التضامن بين الشمال والجنوب مع اللاجئين يعني ما في شك الحضود باعتبرها أنا إن شاء الله كبيري إن شاء الله على كل حال support Lebanon vote عامل على www.bytely.com slash عامل نوبل كتير حلو ديزاين المعمول على خلفية العمل للعالم اللبناني افتكر فينا نشوفها عنا على الإكرام الجميع طبعا ما تدعو على الأقل أنه اللبنانيين ما يكونوا متخاذلين بهذا الموضوع على الأقل أنه يفوتوا على فيسبوك عامل association عامل association و لحالة طريق بتدلون كيف يقوموا بعملية التصويت هذا أقل واجب علينا بهذا الموضوع مثل ما قالنا الجائزة هي رفع لأسم لبنان كتير عالي وربما وسط هذا المخاض الكبير في المنطقة لبنان بحاجة إلى عامل رفع معنوي وعسى أن تكون عامل هي التي تؤمن هذا الرفع المعنوي للبنان برجع على عم ترأبوا عملية التصويت ولا ما فيكن طعف وإنتي عم تفوت كيف عم بيكون تقل التصويت في لبنان في العالم العربي نحن أول شي كان ارتكبنا خطأ تقني أحد المتطوعين بعمل سجل السقف أول شي 3000 فصار يصوتوا كتير ناس ما يفوتوا ما ينحسبوا رفعوهم لمليون بس كمان سألت أنا يبدو حتى هاي يبدو قصة التصويت يعني في ناس بيعتبروا أنه كمان بيصير فيها شوية تلاعب بالتصويت بس في يعني تضامن كبير مع كل على السعيد اللبناني والعربي والدولي بالنسبة للتصويت بس فيه كمان الأهم بالإضافة للتصويت هي رسائل الدعم اللي بتروح للجنة نوبل من شخصيات سياسية ومعنوية واعتبارية وأرسل يعني مثلا آخر شي كنت أنا بفرنسا مثلا أمين عام الحزب الاشتراك الفرنسي باسم الحزب الاشتراك الفرنسي والحزب الاشتراك الأوروحي ما هي أهم الشخصية التي أرسلت رسائل دعم لعمل يعني أهم برأيي مفترض الفاتيكون عمل شي بهذا الاتجاه يعني وفي نحن عبر الحكومة اللبنانية ما في شكل أرسلت لجنة نوبل والكتل النيابية والخارجية كل الصفرة برأ شافوا الفعاليات الدرلمانية والسياسية وارسلوا رسائل دعم يعني مثلا كنت مؤخرا مع سفيرة لبنان وستاذ ملك خوري بجناف شفت رئيس بلدية جناف اللي هو بالحزب الديمقراطي المسيحي الحزب الحاكم بالنرج الحزب الديمقراطي المسيحي فارسل لجنة دعم للترشع الحزب الحاكم وهذه مؤثرة يان أجلند هو نائب بالبرلمان النرويجي وهو مسؤول الملف الإنساني بالسورية صديقنا وصديق راس مونتن هذا كمان من اللي دعمين فيه بسويد لبناني رجاح أداد بالبرلمان من أصل لبناني عم يقوم بالبرلمان السويدي ببلجي كالجنة علاقات خارجية تحار الأوروبي أرسلوا وخاصة لرئيس المجلس الأوروبي الذي يستشار في الجائزة أرسل إلو منها من لجلة العادة الخارجية في لبنان وأرسل إلو من عدة أصدقاء بما فيهم مثل ما أدل أمين عامل حزب اشتراك فرنسي يعني فيه بأغلب وبالأم المتحدة صار فيه دقاء بجناب 13 شهر الماضي بحضور سفيرتنا ونيكو رأساء البعثات وأيضوا البعثات كمان ترشح لبنان وسفيرنا ببرن عمل نفسي وسفيرنا ببلجيكا نشاط كتير كبير وبالسويد وبنرويج سفير عجمي وبباريس سفير خليل كرم وسفير غادي خوري وبأمريكا كمان واشنطن ونيويورك يعني كان فيه الحقيقة شغل على كل المستويات بطريقة مهنية وعامل عنده صدقات يعني مثلا جيم زغبي اللي أنا بعد بـ 82 مية جاريحة أمريكا عمل فيديو كتير رائع وبعث لجنة الدعم اللي هو رئيس آرب أمريكا يعني فيه بكل قبل ما نختم هذا اللقاء دكتور في حال نلتو الجائزة طبعا حكينا عن طموح والمشاريع الأحلام اللي ممكن تنعمل في حال لم ينل لبنان ومؤسسة عامل جائزة نوبل هيد السنة شو هتعملو حتي أسوه هتوقفوا طموحكم أو سيستمر هذا الطموح شوفي نهما ماني الرادي بلش التقويم كل ما أنجز بنظرنا كان إيجابي يعني صار فيه تضوية عضاءة على التجربة واتصالات وشو اسمه وهلأ هلأ هتركك ورايح عندي جال عندي مراسل جريت ليموند يعمل معي مؤابل يعني والآيف بيك يعني فيه صار فيه تجربة برزت وهلأ دعوني بصراحة أنا كنضيف لمؤتمر بفرنسا الآيف دي بذكرة تايسة 75 سنة أنا بدي أحكي كلمة كمان بضوء يعني فيه كتير مناسبات بها وقد لازم سافر اليوم كمان عندي محاضرة ما راح في سبب عندنا ما في شكل نحن هنستمر نعم نحن هنستمر وعندنا خطة مرسومة والشي اللي مرح أسلك عنها لا لا فيه خطة مرسومة واضحة مرسومة وما منعمل على الطريقة الحمصي اللي بيأوس المدفع بينفجر فيه بقول إذا عمل هون هايك شو بك نعمل هونيك لا عمل شغل محل ما لازم ينشغل فيه أماكن تأثر فيه التدخل يعني عملت لقاءنا بمجلس الشيوخ بفرنسا خمسين واحد الخطاب آم واحد قال محرمات محرمات بيسترجي نحكي كل الكلام على قبل طبعا أملنا كتير كبير أملنا كتير كبير لأنه عن جد زرعته الأمل فينا وكلنا ناطرين نهار بعد بكرة سبعة شهر لنشوف وين فينا نوصل برسالتنا بهذا البلد الرسالة الحقيقية مثل ما سمي أداسة البابا نحن للأسف انتهى لقاءنا إن شاء الله بنرجع نلتقي بعد جائزة نوبل إن ألا رات بدي أنتقل مباشرة إلى سراية الحكومية لحضور حفل إطلاق نهود لبنان نحو دولة الإنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر